موسيقى وأي دعوة للحوار ستكشف عن زيفها لو جاء الرابع عشر من أغسطس لإبقاء العلماء الأجلاء والرموز السياسية الأوفياء داخل السجن استمرارا في ظلمهم وعقوبة لكلمة الحق التي قالوها في المطالبة بالإصلاح هذا الامتحان لجدية السلطة وعدم جديتها في الإصلاح يومه قريب هو يوم الرابع عشر من أغسطس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر